النهاردة هعرفك ازاي تقدر تاخد لقطة شاشة للمكفوفين باستخدام mvda تقدر تاخد لقطة للشاشة كلها او لقطة لايكونة معينة او لرسالة خطأ معينة او لنافذة او لأي حاجة انت عايزة وتقدر بقى تبعاتها لأي شخص لأي سبب من الاسباب اللي انت محتاجها الموضوع ده مهم جدا ورائع جدا وهشارك فيديده في الفيديو بإذن الله فعليه الله بينا السلام عليكم شباية بقى لأخبار فيديو جديد سلام عليكم يا شباب لأخبار فيديو جديد احمد سامي والنهاردة انا جاي لك باضافة من اضافات mvda اسمها سكرينشوت وزيرد ايه الاضافة دي بتخليك تقدر تاخد سكرينشوت خلاص حلو قوي نبدأ بقى نفهم يعني ايه سكرينشوت او لقطة شاشة بص في وقت استخدامك للكمبيوتر بشكل عام حاجة من الحاجات الرهيبة اللي تقريبا انا بعملها كل يوم او يعني مش عايز اقول كل ساعة ان انا بقى اخد لقطة شاشة سواء من الكمبيوتر او من الموبايل وده عبارة عن صورة للشاشة اللي موجودة قدامي دلوقتي يعني دولتي انا فاتح مثلا الشاشة الدسكتوب بتاعي هو فعب ممكن اخد لقطة شاشة تروح وادالي لقطة شاشة ايه للجهاز كله ماشي قادر اعمل ده طب انا عايز اخد لقطة شاشة اللي رسالت خطأ ناس كتير جدا منكم لما بتيجي تكلمني على الخاص احمد انا عندي مسلا مشكلة الفلانية في الجهاز او انا عندي الحاجة الفلانية مش شغالة او لو طب لو سمحت هاتلي لقطة شاشة للمشكلة دي طب اعرف من ايه انا عايز اشوف ايه اللي ظاهر على شاشتك عشان اقدر اساعدك تمام ومش انا الوحدي ده كل الناس كده تمام فالموضوع ده زي ما بقول مهم جدا وموضوعه رائع لكن كان المشكلة فيه حاجة واحدة ان الموضوع ده محتاج نظر يعني ايه محتاج نظر فيه برامج كتير بتعمل الموضوع ده زي شير اكس ويه مطافقة لكن انت محتاج على اقل بالموز تحدد انت هتاخد ايه من السكرينشوت دي فما كانش يبقى عندك معلمات كتير عن الحاجة اللي انت ممكن تاخدها فده كان شيء مخبط للأسف شويتين ثلاثة لحد لما فيه واحد برينز اخترع اضافة الان فيدي اسمه سكرينشوت ووزرد بتقدر تخليك تاخد السكرينشوت دي يقما للشاشة كلها يقما البرنامج واحد نافذة واحدة على الشاشة تمام يا اما الايكونة لو انت عايز مثلا تاخد ايكونة معينة عايز تاخد اي حاجة يعني شوف انت عايز تاخد ايه في لقطة الشاشة دي وهتلاقي ان الاضافة زكية جدا في النهية بتاخده تمام برضو رسالة خطأ تقدر تاخد رسالة الخطأ ومثلا لو انت بتتوصل مع مايكروسوفت او مع اي شركة لازم تبقى هتروم رسالة الخطأ او مثلا وصل الشراء انت بتشتريه اونلاين او حاجات كتير يعني هنروح بعيد ليه انا خلينا نقول من يومين انا خاصر مشكلة عندي في الفيزا بتاعتي تمام الحساب البنكي بتاعي ومحلش المشكلة دي الا ان انا كنت واخد لقطة شاشة للعملية اللي انا عملتها في البنك وده كان يعني ايه مبلغ كبير تمام وبسبب خطأ في السيستم بتاع البنكي فوقف الحساب بتاعي فالحل الوحيد او الحاجة اللي خلت حسابي يشتغل تاني واسبت لهم ان الغلط مش من عندي ايه هي الاسكرينشات اللي انا خدتها بالصدفة وانا بعمل عملية اللي انا محتاجها من ايه من البنك يعني العملية اللي انا بعملها بالحساب البنكي بتاعك وتب اشتري حاجة فالسكرينشوت اللي انا اخدتها بالصدفة دي هي دي اللي خلت الحساب بتاعي. بدل ما يتلغي? لأ. البنك يعرف ان المشكلة من عنده هو مش من عندنا والمشكلات بتحال. فانت متخيل قدي ايه الموضوع مفيد? طبعا انت متخيل. انا بقول لك انه مفيد. فيلا بنا. هديدخل على الايه? بس احبي بتكلم انا. فهتلاقي ان انا سايب لك فلوس بتاع الفيديو بازن الله الرابط ده. تمام? بعلالك السوق كمان عشان تبقى سامع ومبطئ لك الناطق. عايز حاجة تاني? تمام? هي دي الاضافة هتحملها وتثبتها. تمام? انا اتكلمت برضو عن اضافات فيديو كامل. واتكلمت عن الازار بتاع الفين اتن وعشرين. الاضافة دي متوافقة الفين اتن وعشرين يعني. تمام? هنشوف اتوافقة كمان دلوقتي. يعني حتى شرحت لك لو الاضافة قطل لها عندك مش اطوافقة تخلىها متوافقة ازاي يعني. ده موضوع تاني بس خلى يعني. بقول لك اشان تبقى فيها. اهو. هافي دومينجز ده الاثر الرجل اللي كتبها. تمام. زي ما انت شايف هنا بيقول لك ان هو متوافق مع الاضافات دي. من اول ايه? الفين واحد وعشرين فاصل واحد فاصل اتنين فيما اعلى. تمام ما بيستعمش اقل من ده. طب ماشي. بص بقه هنا. هو بيقول لك ان الاضافة دي بتقدر تاخد يما كائن او اما نوافذ او اما شاشات او اي حاجة انت عايزها. هوري لك زي ما قلت كل ده دلوقتي. طيب هنا بيقول لك ايه? لما بتدوس على زرائر هوريجي طبعا تجيبه منين دلوقتي. فهو هنا بيقول لك ان انت آآ بيعمل مربع كده زي مستطيل كده في المكان اللي هيخد منه لقطة الشاشة. وهنا بقى عندك شوية زرائر لما بتدوس عليها بيعرفك شوية معلامات اكتر عن الموضوع. بص. 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 طيب ماشي. ايه رأيك ان يشوف الداونلود الاول لان انا عارف ان بتحبش القرية بعدين هنتصف احدة واحدة. هتدوس على اهو. كده بدأ معايا دونلود. خلص معايا دونلود. هنروح هنا للداونلود هتلاقي الاضافة ايه? زي ما انت شايف. يا بس معلاش? هتقول له طبعا هنا خلاص هتتسبت انا هنا بيقول نايا بتسبت قبل كده هتبتها تاني اصلا بكها. اه لازم بعد اي اضافة تتسبت ده طبيعا. تمام? احنا اشتاء غلتي. بص. اه ابسط استخدام للبتاع هي بزور برينت سكرين. طب اعرف برينت سكرين ده منين يا بقى ابو حميد. بص بتدوس على زرارة اللي هو مع رقم واحد. فهنا بقى فانا هبدأ ادوس على زرارة الكيبورد لحده لما لايه برينت سكرين. اهو? طبعا انا على انا على كيبورد عجب بصراحة. فزرار عندي هو نفس زرارة. فهم? فيعني ايه? دي حاجة مش هتشوفها في ما كانت. بس هي المفروض ان هي بتقى موجودة فوق على اليمين يعني. اخبالك. فانت هتقلب بالطريقة دي لحد لما تلاقي زرارة اسمه برينت سكرين. تمام? اهو. اهو. بس بس احبب. بس احبب. انا عندي طبعا بتستخدم بزرار ايه? اللي هو الفونكشن مع الانسيرت. فده عشان يجيب لي زرارة البرينت سكرين. طبعا انت عندك ممكن تبقى مختلفة. سواء انت دي سكتوب ولا لابتوب. بس اعمل الطريقة عشان تقدر تفصل لها. خلاص انا عارفت انتجيبه ازاي. خلاص انا كده في السليم. طيب انا عايز اخد سكرينشوت. تمام? انا عالدس كتوب عادي خالص اهو. دوس عالزرار. ايه بقى كل اللي هو لسا ايلو ده دلوقتي? برا عجح. انا بيقول لك خلي بالك انت دلوقتي المربع اللي انت عامله على الشاشة. مسحته قد ايه؟ من صفر لكزا كزا ده الريزولوشن بتاع الشاشة بتاعتي. وبيقول لك ان المربع اللي احنا عملناه ده اللي هناخد منه لقت الشاشة ده واخد الشاشة كلها. تمام? وبقول لك ان الـPaint مش الـPaint عشان الناس اللي سمعت هاد غلط الفان. فده معناه ان هو واخد الشاشة كلها. ده الدس كتوب بتاعك. فبيقول لك إيه ان الحاجة اللي احنا بنصورها الـ هناخد مية في المية من الشاشة. حلوة قوي. تمام? وكل تفاصيل لعنه طبعا هوريك اعادات متقدمة. لكن ده ابسط حاجة اقول له انت. بس كده. حصل ايه? خد الاسكينشات وفتح لي الفوندر بتاعه. بص. فتح لي بتاعتي. لان هو عمل سيف. لو بصت هنا هتلاقي ده الديسكتوب بتاعه. تمام? ده ده الاسكينشات اللي احنا لسه اخدنا. طبعا في اداتك كتير للموضوع. بس احنا هنشوف. طب خلينا نجرب حاجة تاني. نفترض مسا انا عايز الاضافة. اقف على اضافة بتاعت ام في دي 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 دي. خانا برضو ندوس سكرين. اهو. حقلت بالك من اختلاف الكلمات. اهو. اختلاف الكلمات. قال لي هنا ايه? قال لي خلي بالك. انت هنا الاختيار اللي انا اخترته. انا اخترت صورة الاضافة بتاعت ان في دي اي. تمام? ده اللي انا اخترته حالا. صورة الاضافة بتاعت ان في دي اي. تمام? حلوة. اوي الكلام ده. طيب. اه صورة الاضافة بتاعت ان في دي اي هو هنا بيقولك خلي بالك. انت اللي حددته الاضافة. طب الاضافة واخد ايه من السكرينشات من الصورة انا اخد لك واخد مية في المية. طيب المربع اصلا بتاع الاضافة هو عامل لي مربع على الشاشة على فكرة مرسوم. المربع ده واخد كم في المية. واخد تلاتة في المية بس بمساحة الشاشة. على حسب حجم الايكون انا برحتي بقى انا. انا برحتي انا عمل اللي انا عايزه. تمام? وانا بيديني بقية تفاصيلها الطول والعرض بتاع الشاشة. بس انت. بس اه. بس كده. خد الصورة ايه بقيت موجودة. نبص في الدوكومنتز. بقى ازنك. هتلاقي هنا بص تحت. عمل لي ايه هنا? بص. خد لي ايه? بس الاضافة بتاعت انفل ايه? اللوجو. اللوجو بالاسم بتاعها. زي ما تحايف مقصوصة قصة فناني يعني بتراها. فهي دي زي ما انت شايف خد الاضافة بمنطقة البساطة. وقدر ان انا دلوقتي ايه? آآ وقدر ان انا دلوقتي اتحكم فيها بشكل عادي. تمام? في اضافات تانية في ادادات تانية للبرنامج هنشوفها دلوقتي او للاضافة. وهقول لك طبعا استخدامتها انا نفسي باستخدامها في يوتيوب فحاجات كتير جدا. فهنشوف دلوقتي لو انا خلينا نحدد نفس ايه? طب بص انا عايزة اعمل معك حركة حلو. نصغر الشاشة دي. تمام? عشان برضو تبقى فاهم. انا صغرت الشاشة بتاعت. تمام? اللي هي اللي فيها اضافة وناخد الصورة منها. اهو. اهو زي ما شايف قال ايه? طيب ماشي مش موضوع ما. خلينا فلحنا فيه دلوقتي. هو انا حدث لي حدد لي الشكل اللي هو. لو انا دست اف واحد. بص. اف واحد بيقول لي ايه الاختصارات بتاعت الاضافة دي. طعم زي ما تشايف هنا بيقول لك استخدم الارقام. الحروف اي يعني الاربع اسهم يا ربي عشان تقدر تحرك الفريم اهو. بص اهو. زي ما تشايف انا بحرك ايه بالاسهم يمين والشمال. اكيد انت ملاحظ فرق الصوت. ده بيحرك لي ايه الريتانجل او. الشكل ده. تمام? المربع. لو دست بقى المصطرة. هتجيب لي المعلومات اللي انا لسه اريها بقى لي شوية. العرقام من واحد لسبعة بتقولي المعلومات دي بس متفرطة بص. هنا من فيل لفين? رقم اتنين بتقولي. الطول والعرض بتاع الصورة. هنا بيقول لك الريفرنس اوبجيكت اللي هو البيين فولدر. اه البيين بتاعك. هنا رقم اربعة. رقم خمسة. تمام? فهي دي ايه? الاوبشن لو دست يعني سكيب. تمام? بس زي ما انت شايف هو هنا عمل ايه? جاب لي البيانات اللي انا عايزها بالزبط. ونواحد لسبعة بيقدر ان نقرأ لبيانات دي. بالمناسبة لانا دست اف وان مرتين. هيفتح لك الهلب بتاع الاضافة اللي هو نفس الصفحة اللي انا كنت بقرأها لك في الاول. في هنا في الصفحة بتاعت الاضافة هنا بيانات زيادة. مش مهمة بصراحة. يعني انا ما ما لقيتش حاجة منهم مهمة. ما فيش حاجة منهم فرقت معي في حياة يعني زي ما بيقولوا. فبالتالي ممكن تقرأ لايه? الشورت كاتس اللي هنا دي لو هتفيدك في حاجة تده تستخدمها. لكن انا قلت لك اللي انا بقدر استخدمه. تمام? زي ما قلت لك. اوقات كتير جدا وانا باجي اشرح في يوتيوب. انا بحتاج ان انا يعني قرأ في الايمان زي ما بيقولو. ان انت تاخد لقطة شاشة من البرنامج اللي انت بتشرحه. وتوري للناس. صح? يعني مسلا انا ببرنامج المترجم البسيط بتاع الاخ محمد الهادي بالطيب. كنت جاي بصورة البرنامج. صح ولا غلط? لو انا مسلا هشرح ايه لعبة. لعبة معينة افترض اللعبة دي مسلا ايه حاجة. كود سيفن. فانا هجيب اللوجو بتاع كود سيفن وقتا ما لها بتفتح واخد لها سكرينشوت برضو. ماشي? لو انا مسلا هشرح حاجة زي اه ماكروفت وورد. فانا محتاج ان صورة ماكروفت تبقى ظهرة في الفيديو. طبعا احياء يعني انت بتحتاج تعمل هو الصورة تطلع مظبوطة كده كده بس. طبيعا انت بتكتب عليها بتعمل حاجة. بس زي نقول لك اضع في الايمان ان يبقى عندك لقطة شاشة للموضوع ده او سالة الخطأ او لاي حاجة انت عايزها. فانيبقى عندك اضافة بتعرفك راسك من رجلك تقدر تختار ازاي? ايه المشاكل تقدر تحلها ازاي? الموضوع ده رهيب. ما قدرش اقول حاجة في الموضوع ده اكتر من كده. بس هي دي كانت الاضافة كلها بالمناسبة انا يعني انا عارف الاضافة دي من فترة بس واحد من المتابعين الجمال وهو اه اللي قال لي على الاضافة دي فانا عشان كده يعني ابو قال لي عايز طريقة للاقطة ان انا اخد لقطة شاشة للمكفوفين. عشان كده انا عملت الفيديو ده. تمام? فلما يكون عندك اي سؤال او اكتراحات او اي مشكلة بتواجهك في الكمبيوتر لو سمحتك تكتبلي في التعليقات وهتلاقيني بقدم لك حل لها في فيديو بازن الله. بس كده لحد دي كده فيديو بتاعنا خلص. بص على كل فيديوات ام في دي ايه. اشترك في القناة. دوس لي لايك. لو عندك اي سؤال او اكتراحات سابولي في التعليقات. كان معكم احمد سامي. سلام عليكم.